هنشوف مع حضراتكم دلوقتي حالة الشوارع والميادين المختلفة أو حالة المرور في هذه الشوارع والميادين المختلفة عشان كده هنروح لبث مباشر لكاميرا أكسرا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع الزميلة نادا سرور صباح الخير عليك يا نادا صباح الخير يا باسم وصباح الخير على كل مشاهدي هيدا الصباح بصبع عليكم من جديد من داخل غرفة الإدارة العامة لمرور الجيزة لنرصد لحضراتكم كما اتعاودنا نرصد لحضراتكم الحالة المرورية في الساعات الأولى من الصباح الباكر دعونا نبدأ جولتنا من خلال هذه الشاشات ونبتدي بكوبري صفت اللي بنلاحظ فيه سيولة وانتظام في حركة المرور بنلاحظ المتجه إلى الطريق الدائري فيه انتظام في الحركة ونقدر نقول فيه انسيابية تامة في الحركة بنشوف الاتجاه الآخر كسفات لكنها متحركة المتجه إلى جمعة القاهرة وحديقة الأرمان يوجد بعض الكسفات لكنها حركة متحركة لكنها مركبات متحركة بننتقل إلى كوبري وهو كوبري هام يربو بين محافظتي القاهرة والجيزة بنلاحظ ونشوف المتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة فيه انسيابية وانتظام في حركة المرور وبنلاحظ أيضا في الاتجاه الآخر المتجه إلى الجيزة فيه انسيابية تامة وانتظام في حركة المرور وأيضا منازل ومطالع كوبري 6 من أكتوبر بنلاحظ فيها انتظام في حركة السير نستمكملين مع حضراتكم في استعراض الحالة المرورية بنروح إلى كوبري وهو كوبري هام كوبري سفينكس بنلاحظ فيه انسيابية تامة في الحركة بنلاحظ المتجه إلى شارع أحمد عرابي بنلاحظ فيه انسيابية تامة وانتظام في حركة المرور وبنشوف المتجه نحو الجيزة بنلاحظ فيه حركة فيها انسيابية تامة وبنشوف الاتجاه الآخر متجه من الجيزة إلى القاهرة بنلاحظ فيه انسيابية تامة في الحركة وبنروح لميدان وهو ميدان هام ميدان مصطفى محمود اللي بنلاحظ فيه انسيابية وانتظام في حركة المرور المتجه إلى جمعة الدول بنلاحظ فيه انتظام في الحركة والاتجاه الآخر المتجه إلى ميدان النهضة وميدان سفينكس بنلاحظ فيه انسيابية وانتظام في الحركة لسا نكملين مع حضراتكم في استعراض الحالة المرورية ونروح لكوبري وهو كوبري الدقي بنلاحظ المتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز والمتجه إلى جمعة القاهرة بنلاحظ فيه انسيابية تامة في الحركة في الساعات الأولى من الصباح الباكر وخاصة ان احنا بدأنا دراسة فنقدر نقول فيه انسيابية من حركة وختاما نروح الى ميدان وهو ميدان النهضة بنلاحظ ايضا المتجه الى جامعة القاهرة في انتظام في حركة المرور والاتجاه الاخر ايضا فيه انسيابية في الحركة كانت هذه جولتنا من داخل غرفة الادارة العامة لمرور الجيزة ولكن قبل الانتهاء احب ادكر حضراتكم بتعليمات الادارة العامة المرور وضعتها حرصة منهم على ثلامتكم بارتداء حزام الامان وترك مسافة ما بين كل سيارة واخرى وعدم استخدام الهاتف المحمول عودة مويرة تانية الى الاستوديو كل الشكر ليك الزميلة العزيزة نادا سرور ويعني حالة من الانسيابية موجودة في اغلب المحاور